شكرا لكم الله من جديد في هذا الدرس سنشرح كيف نكتب كود روبي في ملفات الفيو وكذلك كيف نمرر داتا من الكنترول إلى الفيو حتى أكتب كود روبي في الفيو ممكن أكتبها بطريقتين في البداية ملف في الفيو ترى أنه امتداله .html.erb يعني ممكن يكتفي روبي هذا ملف ممكن أكتب فيه .html اعتيادية لأنه في مثال .h1 .h1 عادي .html لأنه .html ممكن راح يعرض لي .h from h1 وممكن أيضاً أكتب فيه .روبي فكيف أكتب روبي روبي طريقتين ممكن روبي يعيد لي result يعني يطبع لي نتائج على الشاشة فأفتح قوس أكتب بالمية يساوينا مثال .h from ruby عادي هذا يطبع لي نتائج على الشاشة وأيضاً بالمية وأغلقها مجرد أفتح بالمية أفتح قوس بالمية يساوينا والنتيجة وأغلق بالمية نفس الشي ممكن أنظر إطبع لي .h from ruby رغم أنه هذا الكود هو روبي لكن لو جيت أنا هنا قلت له .inspect element أرى أنه الكود أنه .h from ruby هو .html يعني كما اتفاقنا أنه هذا كود روبي فأنه هذا ما راح يتنفذ في الكلان سايت راح يتنفذ في السيرفر سايت ولو تتذكر الدرس الخاص بالروبي كيف أنه يعالج لك البيانات وبعد أن يحول لك إياها إلى html ويدزلك إياها للبراوسر فترى أنه .h from ruby مكتوب html رغم أنه هنا هي في الحقيقة روبي فهذا شي يعني .concept طبعاً من الأمور الأخرى اللي ممكن أن نعملها مع الروبي هي كثيرة أنالوجية أنا رت أكون يعني أكتب كود روبي اعتيادي for or my إذا ذلك أوكي .فتاح قوس أكتب بالمية أكتب كود روبي اعتيادي وكيد أغلى القوس بالمية أي كود روبي ممكن أكتبه هنا سطر سطرين عشرة سطر whatever دعني يكون عدات فأقول له أوكي واحد نقطتين إلى عشرة each كل قيمة do فعلي إيش آي هيتفقنا أنه هاي عدات ممكن قلنا أكمل هنا أكتب end وممكن يعني end مباشرة لواحدها يعني بهذا الشكل عادي لأنه ضمنها وممكن هذه الـ end ما أضعها ضمن هذا البلوك أنزل أكون بلوك جديد وأضع الـ end فيه داخله أيضاً شي طبيعي ما دمت أنه البلوك يبدأ بفتح قوس بالمية بمعنى أوكي هذا كود روبي تلقى عين لما يبدأ يقرأ المعالج يصل هنا أوكي يجتميض لا هذا روبي أذهب عالجة في الروبي هذا اجتميض هذا روبي عفو هذا فراغ هذا روبي نعم فهكذا الشكل هو يعرف كيف يعالج الآن أوكي هذا عداد يبدأ من واحد إلى العشرة وينتهي أريد هنا أطبع أي شيء ممكن تطبع أي شيء أسأل المثال أخذها للصدر وأضعها هنا أطبعه أوكي يعني عداد يعد عشر مرات يطبع لي هذه النتيجة يطبع لي هاي فروم H1 وجدت نفذت ترى أنه هذا طبع أندعنا انظر كيف هو يطبع لي هاي 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 فروم H1 ممكن أيضا كما أقول لك أطبع في داخل روبي يعني المظهوم أنه أوكي لدي بلوك واحد أداد يععد كل عدة رح يطبع لي هية الماركة ويطبع لي الكوانت للآية لو ترى هاي الآية ليش أعرضناها هنا لأنه هي ضمن جزء من البلوك هي داخل الـ فبما أنه ظن الآية معرفة لأنه لوجهت عمي ثران انظر هاي فروم H1 أكاونت is 1 أكاونت is 2, 3, 4 لأنه H1 في داخل لوجهت أنا آشلت هذا أكيدا رحي عدل لعداد 1,2, hi, rubri 1,2,3,4,5 لوجهة وضعت ل slash braw هيضع عليهم كلهم على كل واحد على سطر إذن بكل بساطة كيف نكتب Ruby إذن هذا إيش يسمونه نقدر نسمي H1 نسمي Ruby Inside HTML وغرغرغاس بإعتبار أنه هذا الكود Ruby بالنسبة لل HTML دعنا نمر Ruby من الكود يعني Ruby from the code يعني دعنا نضع لك هذا الجزء Ruby from action نفرض أنه عندك في ال action اللي خاص بهذه اللي هي ال index نفرض أنه ال action الخاص بها عندك array فنقول أنه أوكي ردينا array وال array إيش بيها؟ بيها apple بيها banana what other what other two what other أريح تيادي هاي الأريح أريد أن أريد أن تكون مرئية داخل ال index الخاص بها فبكل بساطة فقط أضع أمامها at لما أضع أمامها كلمة ال at بمعنى هذه ممكن أن وصول لها من داخل ال index يعني الآن بكل بساطة ممكن أقول أكون عدات forage بمعنى أسنى أسخار الكود نفسه ليش أدوخ نفسي وأقول ل a r the array أضع معنامة at كل item في ال array item و item و وطبع ليها فقط يعني مجرد ما أعمل الشيء حتى أوضح لك إياه مجرد أوكي ومن هنا خدت ال array وضع جعلتها instance ووضعت في داخلها 3 items ونعمل ال index أملت عداد يمر عليهم item item ويضبط عليهم item item الآن لوجيته مفضل items طبع عليها منظر apple, banana, tomato يعني قدرت أنه أمرر data من وين أمرر data من ال action إلى ال temperate حتى أنا أكون هنا هذا الدرس من أن تكون فهمت كيف نكتب كود روبي داخل الملفات الخاصة بنا وكيف تتعامل معه وكيف ممكن يقطع فيه داخل HTML وكيف نمره من ال action شكرا لك وفي أمان الله وفي نهاية هذا الفيديو نود أن نقول لك شكرا لحسن متابعة هذا الفيديو مع قناة بغداد الجديدة ولا تنسى قبل أن تذهب أن تعمل ثلاث أمور الأول أن تقوم بعمل subscribe لهذه والثاني أن تقوم بعمل share لهذا الفيديو مجرد ضغط الزر في أسفل هذا الفيديو مع أصدقائك في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والأمر الثالث أن تعمل لايك نعم اعمل هذه الأمر الثلاثة قبل أن تذهب وأهلا بك